متابعيني جميعا على قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلمة النهار دا ان شاء الله هنجرب وكيل الذكاء الاصطناعي موجود داخل منصة زاد اي اي من خلال طبعا الشات هنجربه وكيل الذكاء الاصطناعي دا اسمه ماجيك ديزاين وماجيك ديزاين تقدر تستخدمه من خلال نموذج فور بوينت فايف وفور بوينت فايف اير اللي هو النموذج الاخف او الاقل اما بالنسبة لجي ال ام فور بوينت في مش موجود وهذا نموذج احنا كنا جربنا من قبل في فيديو سابق حاطلك الرابط في الوصفة اسفل الفيديو الخاص بهذا الفيديو اللي انا شرحه فيه جي ال ام فور بوينت في بشكل كامل دلوقتي هنجرب مع بعض الماجيك ديزاين وعشان نعرف الماجيك ديزاين بيعمل ايه الماجيك ديزاين بيقدر ان هو يعمل عروض تقديمية وبيقدر يعمل اي ديزاين كمان انيميتد باستخدام ال html كود ولكن من الحاجات المميزة فيه اوي ان انت تعمل بيه عرض تقديمي هيعملك شغل حلوة وهنا البعض حيسأل ايه الفرق ما بينه وما بين يعني الاتنين بيعملوا عروض تقديمية طب انا ام تختار ال ai سلايس وامت اختار الماجيك ديزاين حقيقة الماجيك ديزاين من اهم مميزاته ان هو بيركز على الشكل البصري للعرض التقديمي اكتر ما بيركز على المحتوى الكتابي اما بالنسبة ال ai سلايس بيهتم اكتر بالمحتوى الكتابي وحنشوف الفرق ما بين الاتنين اولا انا هبتدي ان انا اديله الامر بتاعي ولكن هقرر ان انا الاول استخدم الماجيك ديزاين عشان نشوف الفرق وهنا هبتدي احط الامر بتاعي وارفع ال bdf اللي انا هعمل منه البرزنتيشن وهنا البرزنتيشن مقارن تأثير التعليم عن بعض والتعليم الحضوري على الطلاب وهنا الامر ان انا عايزة ينشئلي بروفاشنال برزنتيشن حطلك الامر ده في الوصفة اسفل الفيديو بالعربية لان المحتوى اللي موجود في ال bdf بالعربية وايضا عايزة التايتل سلايد يكون كلير وواضح والاجنتا سلايد يبقى فيها ملخص كل الطبيكس او النقط المهمة وحبا يكون فيه one سلايد بتبتدي انها تتكلم عن الامبورتاند ايدياز او الافكار المهمة اللي موجودة داخل bdf ويحطيلي visual elements like charts images diagrams يعني يكون فيه كده عناصر بصرية وفاينال سلايد يكون فيها اخر شريحة يكون فيها الاستنتاجات والتوصيات وياريت اخلي اللانجوج او اللغة المستخدمة داخل العرض التقديمي تكون سهلة وبسيطة ومتناسبة مع ال original document او ال document الاساسي انا هبتزي ان انا اوريك البريزنتيشن اللي اتعاملت بيه الماجيك ديزاين عشان بس نوفر وقت وشكل البريزنتيشن زي ما انتم شايفين عبارة عن 9 slides او 9 شرائح هنا اعطاني اول slide فيها العنوان وبالنسبة لل slide اللي فيها خطة العرض يعني ايه خطة العرض يعني الحاجات اللي حتم تناولها داخل التحصيل الاكاديمي وزي ما احنا شايفين حطيتلي شارتس بناء على المعلومات الموجودة جوة document الاستبقاء والرسوب عن تجربة التعليم المهارات العملية تحليل نقدي وتوصيات والانتاجات الرئيسية واعطاني 9 او 9 slides طبعا تقدر ان انت تعمل play وتشوفها بالكامل على full screen وممكن تعمل share وممكن ان انت تنزلو كPDF وتبتدي تروح على canva ترفعو هنشوف مع بعض دلوقتي الخطوة دي وبعد ما ترفعو على canva تنزلو كBBT او powerpoint ولكن قبل ما اقوم بالموضوع دا او بالخطوة دي حبتدي اروح معاك اوريك بقى شكل نفس الامر والPDF اللي انا رفعته لكن لما استخدمت الاي اي سلايتس لما استخدمت الاي اي سلايتس كان الشكل كالتالي الخاص به البرزنتيشن او العرض التقديمي اولا هم 8 شرايح لسه بيحمل لو بصينا كده بصة سريعة على البرزنتيشن هتلاقيه مركز اكتر على المحتوى النصي واكتر ما مركز على المحتوى البصري اه هتطلق شارتس وكل حاجة ولكن هتلاقي ان فيه فرق ما بين الاتنين يعني وبس بصراحة الاي اي سلايتس من مميزاته جبارة يعني ان هو بيركز قوي على المحتوى الكتابي يعني ايه المحتوى الكتابي يعني الكتابة والمحتوى اللي جوه هو عنده اهم بكتير جدا او النصي اهم بكتير جدا من اي حاجة تانية فانت طبعا موضوع اولويات وانت بتختار المناسب ليك باخد عليه ايه بقى باخد عليه ان ببعض الاحيان ما بيديني صور بيديني صور irrelevant مالهاش علاقة يعني مثلا صورة زي دي تجارب مختبرات هاجينية ناجحة يعني اممكن اغير الصورة دي الصورة مالهاش علاقة اصلا بالموضوع يعني وما فيه الصور كتيرة قوي ولكن انت ممكن تقف منطها البساطة كده على اي صورة من الصور تعمل كده وتبتدي انت تختار مسلا الصورة دي وتقول له لا اغيرها لي بصورة تانية بيعمل لك الموضوع ده بيغيرها لك بصورة تانية فامكانية الادت كمان موجودة تعال انا بقى نروح لكانفا اخر خطوة معنا هروح ابتدي معاك كده نروح لكانفا ونبتدي من خلال كانفا نشوف احنا دوقتي نزلنا البي دي اف هبتدي هروح كده اعمل ابلود وابتدي ارفع ابلود الفايلز وابتدي ارفع البي دي اف بتاعتي وهنا هبتدي ادوز وقادي البرزنتيشن ايه قادي البرزنتيشن هتنقل ما بينها زي ما انتو شايفين تقدر بمنطقة البساطة تروح كده تعمل شير وتبتدي تعمل داونلود وتنزلها كبي بي تي اكس ولو رحنا فتحنا البرزنتيشن بتاعتنا بالمنظر ده هنلاقي بس انها يعني مش متناسبة مع السايز يعني لو رحت كده على الديزاين والسلايد سايز خليته ويد سكرين وهنا بيقول لي هل انت عايزاي ماكسيمايز ولا انشور فت هجرب كده الماكسيمايز زي ما انتو شايفين ادي البرزنتيشن بتاعتنا الزبطت هتحتاج طبعا تعمل شوية ادت على البرزنتيشن ولكن هو زبط لك على اقل الكونتنت اللي موجود داخل البرزنتيشن نفسه عن بعد مثلا هنا ممكن تصلح العين دي على اداءة الله بالجماعات في الشرق الاوسط يعني تعمل شوية كده ايه تصحيحات على البرزنتيشن لكن كتوفير وقته المجهود طبعا زي ما انتو شايف هو وفر لك كتير جدا من الوقت المجهود وعطاك افكار لطريقة عرض البرزنتيشن زي ما احنا شايفين ده منتهى البساطة الفرق ما بين الماجيك ديزاين والAI سلايدز زي ما انتو شفتو ووكيل الذكاء الاصناعي الجديد زي ما قلتلك مش بيستخدم فقط في عمل بريزنتيشن ممكن تعمل منه انيميت بوستر ممكن تعمل منه اي حاجة تانية اشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة انفو تكفر وبحاول قدم لكم كل جديد مفيد فارج متسوش تدعمونا باللايك وشير وكمنت لو كنتم من متابعين الاعزاء ولكنت بتشوفنا الاول مرة من تنساش تعمل سابسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة